هذا وقد تبادل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية برقية التهنئة مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين معاليهما أكد الحرص المشترك على تقوية وتنمية العلاقات في كافة المجالات وترسيخ أسس التعاون وتطوير التنسيق المشترك إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وأشار إلى أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان إذانا بدخول مرحلة جديدة بالغة الأهمية في تطوير العلاقات الثنائية حيث تم إضفاء دينامية على تلك العلاقات وتنوعها ودفعها نحو تعاون شامل على كافة الأصعدة وأعرب معاليهما عن ارتياحهما للتقدم الحاصل والمستمر في العلاقات الثنائية المشتركة والذي يعكس رغبة واضحة وإرادة أكيدة على الارتقاء بتلك العلاقات وسعيا دؤوبا نحو القضاء على كافة التحديات منوهين لأن استمرار التواصل والارتقاء بأطر العلاقات بين البلدين من شأنه تحقيق المصالح المشتركة والإسهام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار ودفع جهود التعاون الإقليمي